بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و نصلي و نسلم على رسول الله و على آله و صحبه و من ولا حياكم الله و أهلا و سهلا بكم إخواني الطلاب و أخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتدائي لمادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية و جدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس و الذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لحفظ صورة العاديات و ذلك من الآية التاسعة و حتى نهاية الصورة بالآية الحادية عشر بحول الله تعالى و لكن قبل أن نبدأ سويا في حفظ هذه الآيات المباركات دعونا نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة و على وضوء عند مسه لكتاب الله كذلك من الآداب الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة و كذلك بالبسملة عند بدء الصورة كذلك من الآداب الترتيل و حسن القراءة كذلك من الآداب التدبر و فهم الآيات و هذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلوات ربي و سلامه عليه عند تلاوته للقرآن و الآن إخواني و أخواتي قبل أن نشرع في مقطعنا الجديد دعونا نتذكر و نراجع ما سبق أن طلبنا منكم حفظه في هذه الصورة من الآية الأولى و حتى الآية الثامنة سأقرأ الآيات و أنتم إخواني و أخواتي كرروا و رددوا معي حتى يثبت المحفوظ بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد و إنه لحب الخير لشديد بارك الله فيكم إخواني و أخواتي إذن استذكرنا و راجعنا سويا الآيات السابقات و الآن نستكمل حفظ هذه الصورة المباركة من الآية التاسعة و حتى الآية الحادية عشر و هي نهاية هذه الصورة المباركة دعونا الآن إخواني و أخواتي نقرأ و نكرر و نردد سويا هذه الآيات حتى نحفظها بالشكل المطلوب بحول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 و حص لما في الصدور 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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير 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 بارك الله فيكم إخواني وأخواتي إذا انتلونا وكررنا و رددنا سويا هذه الآيات المباركات و الآن و قبل أن ننتقل و نستمع إلى القارئ دعونا نعرج على أبرز وأهم الأحكام التجويدية من أبرز الأحكام التجويدية في هذه الآيات ما يسمى بالمد العارض للسكون و قد تكلمنا عنه في دروس سابقة و هو أن حرف المد و هو الألف أو الواو أو اليا إذا جاء قبل الحرف الأخير في الكلمة و وقفنا عليها بالسكون فهنا نأتي بهذا المد إذن سبب هذا المد هو وجود حروف أو وجود حرف المد في الكلمة و يكون موقعه قبل الحرف الأخير فهنا نأتي بالمد العارض للسكون و المد العارض للسكون يجوز أن نمده بحركتين أو أربع أو ست حركات كما في قوله القبور فإذا أردنا أن نقف مثلا فنقول القبور أو نقول القبور أو نقول القبور فكل كلمة أتى الحرف ما قبل الأخير من حروف المد فهذا نسميه مدا عارضا للسكون لماذا عارضا للسكون لأن السكون أتى عارضا وليس أصليا أتى عارضا بسبب الوقف أيضا من الأحكام المهمة في قوله عز وجل إن ربهم نون مشددة والنون المشددة حكمها أحسنتم الغنة بمقدار حركتين الغنة بمقدار حركتين أيضا في قوله ربهم بهم ميم ساكنة وأتى بعدها حرف الباء و حرف الباء بالنسبة للميم الساكنة هو حرف أحسنتم حرف إخفاء حرف إخفاء إذن هنا الميم الساكنة حكمها الإخفاء و قوله عز وجل بهم يومئذ ميم ساكنة وأتى بعدها حرف الياء و الياء من حروف الإظهار بالنسبة للميم الساكنة وأما قوله يومئذ لخبير تنوين أتى بعده حرف اللام و اللام من حروف أحسنتم الإدغام بغير غنة إذن ندغم التنوين إدغاما كاملا في اللام إذن هذه أبرز الأحكام التجويدية في هذه الآيات و دعونا الآن نستمع و إياكم إلى القارئ و هو يتلو هذه الآيات فاستمعوا إلى القارئ بارك الله فيكم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 و حص لما في الصدور 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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وأفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور و حص لما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استمعنا وإياكم إلى القارئ دعونا الآن نعود إلى الآيات وننتقل وإياكم إلى معاني الكلمات قال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أي أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله الأموات من القبور للحساب والجزاء وحصل ما في الصدور أي واستخرج ما استتر في الصدور من خير أو شر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي إن ربهم بهم وبأعمالهم يومئذ لخبير لا يخفى عليه شيء من ذلك سبحانه وتعالى إذن إخواني وأخواتي وبعد أن استعرضنا معاني الكلمات لهذه الآيات نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله تعالى نلتقيكم في دروس قادمة إلى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته